مشاهدي قناة النجم الزهبي أهلا بكم معنا في برنامجنا نمازج مضيئة والبرنامج بيعمل احتفالية للمواهب اللي تركت أثر وبصمة في سنة 2020 وإن شاء الله يكون لها بصمات كبيرة جدا في السنوات القادمة من هؤلاء المواهب من علاء الدين طائمة والمتميزة في الإلقاء وهاتسم معنا دلوقتي على طول إلقاء أهلا بك يا منا أهلا بك يا مستوى هاتسم معنا إيه بقى المرة دي قصية نفسها بأذب طبعا بمناسبة 25 يناير اللي هو عادي الشرطة بكرة مش كده أه أحب أقول قصيدة نفسها بأذبت أوكي قول لما يبقى فيه حد من أول ميلاده يسألوني في سكفئه يقول لهم نفسها بأذبت أيوة كان باين عليه نفسه يخدم مصر يفديها بروحه كان كان يلمع يا صحابه أوام يروحه بعد ما يخدوا العدية يستريلوا بندقية يصحفوا على الأرض قال يعني يا حارب يكبروا الأولاد وتكبر فيه القضية يسألوني في سكفئه يقول لهم نفسها بأذبت يخدبوه من إيده ويسلم عليه مصر لو عايزك توكل مصر لو عايزك توكل شب آلي سنين بوكل فيك وربي روح أنا استودعتي ربي فيك ولأخواتك مثل روح يا واد الله يعينك روح يا واد وارجع بطل الوقت كان متوقع أنه زي ما راح يرجع وأنه لما يموت هيبقى اللي قتله من الأجانب مصهينة عمره ما كان متوقع تأجي ضرب الغدرخينا واللي أصعب من الأجانب الديابة في كل جانب هم ما سموش عليه هم ما سموش عليه مصر وقفت ليه تسمي قال لها يا مصر قومي ارسمي عالمك بدمي أحضني المرة الأخيرة موتي ولا تبقي أسيرة أحضنيني قوي يا قومي أحضنيني كإني عيل عمره ما كان متخيل إن ناس تفرح في موته بس صوته بس صوته هو بيقول الشهادة هو دا اللي تمنى يحصل حلموا من ساعة الولادة يا بلادي يا بلادي مدام هموت يبقى موتلك يا بلادي ما تزعليش من مشاكلك روحي شكلك وصع طهرة سيفة بكرة هبقى ذكرى وانت فكرة هبقى سيرة وتفضلي مصر الكبيرة هبقى صورة بالشريطة وتفضلي مصر البسيطة اللي بتودى عولتها زفة في كل الشوارع واسأله ابنه اللي طالع نفسك في ايه هيقولكم نفسه بأضبط شكرا نفسه بأضبط جميلة أنا شايفة اللي انت تطورتي خالص على فكرة في الالقاء صح كده اه فيه تغير بس ملحوظ وجميل حلو كده انت في سنة أولى عدادي مش كده لما توصلي ثالثة عدادي فاضل سنتين نفسك توصلي ايه وانت في ثالثة عدادي ان شاء الله هبقي اكتب الشعر ان شاء الله طاب لو تطورنا شوية ونفسك ثالثة سنوي هتدخل عالمه ولا ده بإن شاء الله نا عالمي إن شاء الله نفسك طلعي دكتور كل الناس نفسها دك أكتر طيب ماشي لما توصلي ثالثة سنوي تموحك هيبقي ايه نفسك توصلي الايبقى؟ في الشعر وفي الالقاء أنا أمي موهدتي برضو أكتب شعر وابدأ أكتب كويس يعني عارفة أنه هو يعني مثلا حوالي خمس سنين تقدري لو حطيت الخطة من دلوقتي تقدري توصلي لحاجة كبيرة وقابلك إن شاء الله لو أنا عيشت بعد خمس سنين وقالقي حاجة جميلة جدا أنا متأكدة من كده إن شاء الله بجد والله لأنك أنت متميزة وتستحقي أن أنت تكوني معنا في برنامجنا نموذج مديق وإن شاء الله قابلك السنة الجاية قريب بقى ونشوف أنت عملتي إيه كنموذج مديق مع كل اللي حواليك أوكي دفعنا ألف ألف مبروك شكرا